أستاذ زياد بعد إذن سيادتك؟ الأستاذة بتقول إن أنا يعني ممكن إن أنا أطلع الشخص ده من الانتخابات اللي جاية أو من المجلس الشعب اللي جاية إزاي يعني إزاي حقدر إن أنا أثبت إن الراجل ده أو الشخص ده اللي داخل البرلمان أفسد الحياة السياسية إزاي يعني يعني هل ده حاجة واضحة قوي للدرجات دي؟ هل ده مش المفروض إنه هو ممكن يخش محكمة يقعد سنتين ثلاثة يعني إزاي؟ طيب إنت عندك معيير واضحة أنا مش عايزة بقى بتهم الناس جزافة تفضل ماشي عندك معيير واضحة في دوائر تم التزوير فيها وفي أحكم محكمة إنه يدقولون تم التزوير فيها نعم في حزب على الأقل حزب واحد طبعا إحنا بنتكلام على حزب وجماعة دلوقتي بس على الأقل في المؤكد بالنسبة لي ماشي إنه في حزب واحد ماشي هذا الحزب أفصل الحياة السياسية ووصل بمصر يعني للحالة اللي وصلنا ليها إنه ما بقاش عندنا بديل غير ثور ماشي أنا مش مختلفين في ده ما أنا حقول لحدتك بحاجة ماشي عندك تقدر ما تقدرش تقول أي عضو في الحزب إننا يعني في عائلات كانوا بيروحوا يسجلوا الناس بس تقدر تقول إنه كل قيادات الحزب ماشي بمعنى إنه كل عضاء وعلى فكرة ده القانون بالضبط الموجود عند المجلس الأسكري كل قيادات الحزب كل أمناء المحافظات كل أعضاء لجنة السياسات كل أعضاء كل أمناء المراكز كل أعضاء مجلسي الشعب والشورى آخر دورتين اللي هم أفسدوا اللي تسببوا في اللي حصل وأعضاء المجالس المحلية دي بيتهيالي قيادات ودي كانت مسؤولة عن إدارة الدولة حضارك بتقول لي كل كل لا لا أنا ما قلتش كل الحزب الوطني لا لا كل اللي أنت بتقوله كل كل دول عدد كل دول عدد على فكرة طلعين يعني كل دول أنا مش بتكلم على 2 مليون تمام أنا بتكلم على رقم لم يتجاوز لألف ونص ألف ونص ماشي ده الرقم اللي تكتل لا أجل بقى أهل إحنا هيمصع في المحلية إن إحنا نقول كل الأمان ودخلنا المحليات هنجيب بقى حاجة 5 سن ما دي حاجة 2 هناخد واحد واحد يعني لما أنت حتيجي تقول أنا حعزل هلاقي نفسك بتعزل واحد واحد مش بتاخد كل بص دي بقى مش مشكلتي عايز بقى المشكلة في الأصل فين فضل مشكلة في الأصل المجلس العسكري من أول محاكم ما طبقش برنامج العدالة الانتقالية اتقال مليون مرة في التلفزيونات وتقال لهم وتبعت وتكتب مقالات إن في برنامج تنفس في الدول اللي حصل فيها ثورات وتنفس في الدول اللي طلعت من أوضاع مشابهة أوضاعنا اتقال إنه في برنامج اسمه برنامج العدالة الانتقالية بيحقق والأول نعمل قواعد عامة لإدارة الدولة ويشوف مين اللي أفسد ومين اللي ما أفسدش وكلام من ده مفيش إرادة سياسية بيحكم مصر مجموعة من الموظفين اللي ما عندهمش جرأة التعامل مع مواقف بالشكل ده اللي عندهم مشكلة مع الثورة لإنهاجات على مصالحهم الخاصة اللي هما جزء من نظام السابق اللي حكموا اللي كانوا موجودين طوال 30 سنة بيتم فيها إفساد الحياة السياسية ولم يتجرأ واحد منهم إنه يقول لأ دول اللي بيحكموا مصر دلوقتي ودول ما كانش عندهم جرأة إنه من أول لحظة يعملوا برنامج العدالة الانتقالية وهما دول اللي رفضين يعملوا القانون بتاع العزل السياسي فأنت ماشي في سكة بيقود الدولة خلال الفترة دي طيار معادي للثورة اللي حصلت ومش معترف بإن فيه شهداء قدموا حياتهم ضحايا عشان ولاد اللي بيحكموا دول يعيشوا في حرية شهداء قدموا حياتهم عشان ولادنا يعيشوا في حرية عشان ولاد اللي بيحكموا دول يعيشوا في حرية مش معترفين بان مصر في عدد كبير من المصابين لم يتم تقديم الدعم لهم لغاية دلوقتي مش معترفين بانه لازم يبقى فيه شفافية وديمقراطية لغاية دلوقتي احنا مش عارفين ليه قانون العز السياسي مطلعش المعلومة اللي انا بقولها دي يعني معروفة بتاعت انه القانون تقدم وتفاصيل القانون معروفة من الجرائد بس مش معروف حدودها ايه كل ده مناخ معادل الديمقراطية مناخ معادل الشفافية دلوقتي بيتحاكم الثوار امام حاكم عسكرية والبلطجية متسامين في الشوارع ما فيش ارادة سياسية ان انت توقف لانفلات الامني انا رأيي ان كل ده مقصود بشكل واضح لان انت بيحكم مصر حتى الان ناس ارادتهم السياسية مش معثرة وبالتالي الحل انا لما بتكلم دلوقتي عن ان لما تيجي ده انا بسعف انا بقول كل اعضاء الامام العامة الحزب او الهيئة العليا الحزب ان ان انت حزب بيحكم البلد افسد البلد كل قيادات اه كل قيادات انت قيادة في الحزب الوطني احنا شفنا على فكرة قيادات شريفة في دخلوا الحزب الوطني وكانوا في لجنة السياسات زي الدكتور عسامة الغزالي حرب عمل ايه قالك الناس دي فاسدة وخرج وقال الناس دي فاسدة والناس لازم تصور عليها الشريف عمل كده اللي كان شايف انه ممكن يصلح من الداخل مع اختلافك كامل معاه ماشي عمل كده لكن فيه فاسدين واصروا على الفساد وانتفعوا من الفساد اللي هم اظلوا اعضاء القيادة العليا للحزب اعضاء امناء المحافظات والمراكز دي ناس منتفعة وبالتالي لما اقول كل انا مش بقول على اتنين مليون عضو في الحزب الوطني انا مش بطلب رقم كبير وده بقى انا مش باخترع العجلة اما ده حصل في تونس ماشي وده حصل في كل البلاد اللي حصل فيها فيه ارادة سياسية عكس اتجاه الثورة فيه رغبة في انه انا مش فاهم لغاية دلوقتي القانون مطلعش ليه لغاية دلوقتي انت بتسبب لاول مرة ماشي بتبقى القوة الثورية اللي بتنادي بالاستقرار انا عايز البرلمان اللي يطلع ده مايجيز زي ما استاذ النهاد بتقول انه اعضاء الحزب الوطني اللي ده دخلوا اسمهم هيبقى مكتوب بالرصاص انا لما انا لو حايد لو انت هتنزل تدي صوتك الواحد عضو حزب وطني ماشي هيبقى صوتك ده مالوش ايما لغاية ما نشوف حكم المحكمة يحصل في ايه بعد شوية البرلمان ده ممكن تلاقي مثلا جزء كبير منه خرج لانه كان اعضاء في الحزب الوطني مين اللي بيسبب عدم الاستقرار دلوقتي من لم يصدر قانون العزل السياسي وضح يا سيد زياد سيد زياد بعد اذنك هو يعني لو احنا كده اتخيلنا مع بعض واحد من الحزب الوطني اللي كانوا موجودين واللي نوي انه هو ينزل تاني هو مش عارف انه هو الحزب بتاعه منحل هو مش عارف ان المفروض الناس الى حد كبير جدا كرهاه او كرها المرشح اللي هيبقى مش شخص نفسه يعني يعني بناء عليه هو عنده النيل ده يعني بناء على ايه هو عمال يفكر مع نفسه كده في البيت انا لا انا هنزل برضو يعني لانه الانتخابات لعبة مصالح بالدرجة الاولى لا لعبة مبادئ ولا لعبة اخلاق ولا الكلام باستثناء المجموعة الثورية اللي خرجت علشان تتقتل علشان البلد دي تتحرر انت اغلب من نزل الانتخابات هو نازل انت قدام مغارة علي باب عارف يعني ايه برلمان اللي حصل البرلمان في العشر سنين الاخارة تحاول الى مغارة علي باب انت بتدخل دهب ياود مرجان عارف ليه لان انت قدام منك اسرار الدولة وقراراتها وخلينا اديك مثلا صغير لو احنا بنعمل مشروع قانون لمناقشة موازنة الدولة وقلنا هيطلع منها المناطق دي مثلا هنحولها من مناطق زراعية الى مناطق كاردون مباين دي معلومة تساوي مليارات لانه اعضاء مجلس الشعبي يروح يشتروا الارض بالفدان الفاسدين طبعا بالفدان في الحتة دي وبعدين هتتقلب بر كاردون مباين واتباب المتر مثلا قلنا هنعمل منطقة زي يعني القاهرة الجديدة قال عليها وزير الاسكان السابق انها الحصان الاسود اللي مش هينزله للغلابة ولا للناس رغم ان القاهرة الجديدة دي الحاي الاول ولا المربع الاول فقير جدا نعم هي كانت طالعة للشباب وللفقراء وكذا فجأة رجال الاعمال شافوا حتة على الخريطة حتة ارض رملة فضيعة ربطة صرة البلد كلها فقسموها سوا رجال الاعمال دول كانوا اعضاء البرلمان الخريطة قدام منهم قرارات قدام منهم الموازنة قدام منهم الخطة قدام منهم فطلعت مصطفى ياخد 33 مليون فدان وجنب منهم 8 يتحكزولوا بالشفعة مش عرف مين ياخد ايه فانت بتتكلم على صراع مصالح ايه جي بقى قدام منهم يقولك فيه مثل ظريف كده مصري ولكن اللي اختاشوا ماتوا يعني هنختاش بقى وبتاع اذا لم تستحي فافعل ما شيء فاحنا مش بنعول على الناس اللي بيدور على مصلحته وسرقك وهيسرقك تاني انما القضية لو رجعنا ندير الموضوع ده ازاي انا الحقيقة اعجبني سؤال حضرتك جدا انه طب يا جماعة احنا هنحط الناس كلها في بلوكة واحدة لا فيه الموضوع العدالة الانتقالية ده فيه قواعد كتير مش بس في الدول اللي عملت صورات يعنينا هندي لحضرتك مثلا صداني المغرب عملوا اصلاح سياسي من حوالي عشر سنين عملوا نقلة سياسية خطيرة في المغرب عملوا حاجة اسمها ايه لجنة العدالة والانصاف لجنة العدالة والانصاف دي مسكها ادريس اليازمي كان محكم عليه بالاعدام ومن في فرنسا يعني من المعارضة اللي اتحكم عليه بالاعدام وهرب على فرنسا وفضل حكم الاعدام لحد ما رجع وزير يمسك لجنة العدالة والانصاف اللي حصل ايه ده اللي انا قلت لحضرتك في اول الكلام احنا جنب قانون العزل السياسي طلع او مطلعش احنا مش محتاجين بس تبقضيتنا الحزب الوطني في ناس تانية كتير افسادة الحياة السياسية لم يكونوا اعداء في الحزب الوطني واعداء في المعارض وبعدهم لم يكونوا اعداء اصلا في اي قوة سياسية يعني هو احنا بنتكلم على اصلاح الحياة السياسية وتجويع الشعب المصري لما يبقى رئيس بنك حكومي راتبه في الشهر بيعدي مليون جنيه في الشهر الواحد وعندي مصريين بياخدوا معاش ستين جنيه هنا ده مش افساد فلجنة العدالة والانصاف في المغرب عملت ايه جابت الملفات دي كلها وناس محايدة ونزيهة وتحط معايير كده محترمة وشفافة لاختيار خبيرات وخبراء يدرسوا الملفات دي واشتغلوا بقى على القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ملف ملف يبرئوا ساحات الناس لان احنا عندنا انا شخصيا موضوع برضو اننا نحط كل الحزب الوطني في سلة واحدة انا مش اتفق معها لانه فيه شباب صغير كان بيروح يعمل كرنيل الحزب الوطني بس علشان امين الشرطة ما يدولوش على قفا وهو راجع من الشغل اخر اليوم فهنا فيه عندنا قعدة كده كل من شارك بالفعل او بالقول او بالتحريد في جريمة والصمت في بعض الاحيان بيكون جريمة فانا عندي اربع حالات حضرتك شاركت بالقول او بالفعل او بالتحريد او بالصمت اذا كان صمتك ترتب عليه جريمة هو ده اللي انا اراجع الموضوع فبعندي لجنة اكبر او محايدة وبعيدة عن سلطة المجلس العسكري ومجلس الوزراء ومش عارفة اتراجع لي ده يعني انا هديك مثلا ربما بقى حساس شوي القضاء الذين اشرفوا على انتخابات تم فيها التزوير هنعمل فيهم ايه؟ يعني مع احترامي للقضاء وهو مازال يعني حصننا الحصين اللي سندين ظهرنا عليه لكن هل كلهم ملائكة؟ من عندي قضاء شاركو وطا وطا وده وارد بمحاضر وكاسة هتعمل ايه؟ المدرسين اللي كانوا بيشتغلوا مندبين جوه لجان التزوير لم يكونوا اعضاء في الحزب الوطني في التزوير الانتخابات بس الموظفين غلاب هاتوا قلوا حضرتك اكل عيشك في التزوير ده هيعمل ايه؟ فانا محتاجة ادرس الملفات دي بالراحة من هو تابع للحزب الوطني وغير تابع للحزب الوطني من اضطر للمشاركة مجبرا وغير مجبرا انا عايز اقول لحضرتك حاجة اصارت فيها بشكل عميق جدا في انتخابات 2000 احنا بنرأي بالانتخابات من زمان من منظور نوعية بنروح لجان السيدات وبنبص على الموضوع والمرشحات والاحزاب حدوتها دي كلها واذا بمدرس التاريخ كانت تبكي بالدموع وعارفتني خدتني على جاب بقيت لي يا استاذين فعب انا مدرس التاريخ وازور التاريخ يعني هي منتدبة في حاجة من الحاجات الكتيرة بتاعت الانتخابات دي وكانت تبكي وقالت لي انا مضطرة لان انا هيفصلوني لو ما عملتش كده طب دي تحاكمها ازاي تحاسبها ازاي فالملف مش سهل اضيف على كلام حضرتك برضو موضوع تاني المجلس الشعب اللي احنا كنا بنشوفه في التلفزيونات نقد تفرج على الناس اللي عملا تقولوا وتعترض او ما تعترضش تم معه في الاخر تصويت تيك اغلبية بالزبط يعني اللي قال اه او لا اه او لا اه اتقال له اه في الاخر في الاخر القرار طلع عشان كده نرجع للمضابط المضابط هي انا بس او فكت على انه تقال له اه مين اللي اعترض مشكلة في ايه ان الاتجاه كله كان البلد كلها زي مثلا المدرسة دي زي على الاعضاء اللي كانوا موجودين انا بدافعش عنهم ولكن ده اللي احنا كنا بنشوفه حتى اللي بقول لأ موافقة حتى نتاريق عليها موافقة لما انا لما انا عضو مجل الشعب انا منتخب وبعتبره معارضة وبعتبره متهد وبعتبره عضو في جماعة متهدة او في حزبه متهد ويقول لأ فيتقال له لأ انت قلت اه فيقول ماشي انا ده اعتبره ايه هل ده ما اعتبرهش ان هو خان صوتي هل ده ما اعتبرهش ان هو افسد الحياة السياسية بسكوته في الوقت اللي هو كان فيه ده كان فيه ناس ثانية في السور عشان بتقوح كان فيه شباب يتسحلوا في الشوارع كان فيه شباب يتسحلوا في الشوارع عشان يقولوا لأ كان فيه ناس اختارت ان يتقطع اكل عيشها عشان تقول لأ ماشي في الوقت اللي البي اللي دخل بعتبر معارضة وقعد في مجلس الشعب وقال لأ وتقال له لأ انت قلت اه فسكت مع انه عنده حصانة يعني في الفترة دي كان فيه شباب محدش فيهم عنده حصانة وكانوا بيتبهدلوا انت حضانك بتكلم برضو على غير الاحزاب برضو غير الحزب الوطني غير الحزب الوطني بس على الأقل دلوقتي احنا دخلين على انتخابات بعد اربعتاشر يوم طلع لي القانون ده على الأقل دلوقتي اعمل مرحلة الاولى وبعدين نتفهم